أيضا ما هو التوجيه بخصوص الممارسات التي تحصل؟ نحن نرى مثلا تجسسا على أهل الصلاح والخير من الناس وتضيقا عليهم أحيانا نجد أيضا حالات من التعذيب في المعتقلات تحت مظلة استخلاص المعلومات ربما في السودان اشتهرت قضية الأستاذ أحمد الخير الذي قتل تحت التعذيب وبالتالي انتقلنا حتى من التعذيب إلى سفك دمه يعني كيف تضبط هذه الممارسات إذا كانت حتى هذه الأجهزة التي مورست هذه الممارسات في ظل النظام كان يرفع شعار تطبيق الشريعة نعم هو طبعا الإنسان الذي يعني يقتل تحت التعذيب هذه مصيبة يعني كبيرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل مرئ مسلم بغير حق فإذا كان مقتولا تحت التعذيب فلا شك أن المصيبة أعظم أنا أريد أن أقول الأصل في التجسس المنع الأصل في حكمه أنه حرام ممنوع لأن الله جل جلاله قال ولا تجسسوا ونبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجسسوا وقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتبع عورات المسلمين فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقل داره هذا هو الأصل العلماء رحمهم الله استثنوا في كده سمحت لي شيخ أنان نواصل في نعم هو أنا أقول بأن التجسس ممنوع بنص القرآن قال الله عز وجل ولا تجسسوا ونبينا عليه الصلاة والسلام نهى عن التجسس والعلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك أولا التجسس في الحرب نعم عن العدو الكافر عن العدو الكافر النبي عليه الصلاة والسلام كانت له عيون كان يبعث العيون والجواسيس نعم وقصة حذيفة رضي الله عنه يوم الخندق معروفة نعم كذلك استثنوا من حامت حوله شبهة قوية بمعنى أنه توافر لدى رجال الشرطة أو رجال الأمن بأن فلانا ما يروج مخدرات نعم أو أن الجهة الفلانية يدار فيها مكان للفواحش نعم أو أن فلانا يتعامل بالربا أو غير ذلك من أنواع الفساد فلو أنهم تجسسوا على هذا الذي حامت حوله يعني شبهات قوية فهذا الأمر كما قال علماؤنا بأنه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام وترتكب المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العظمى لذلك مثل الإمام القرطبي رحمه الله يقول بأن التجسس إذا كان بمن حامت حوله تهمة فإنه لا يمنع مثال ذلك رجل عرف بسفك الدم والتعدي على الحرمات وقد اختلى بصغير في مكان مظلم فإنه يغلب على الظن بأنه يريد به سوء إما قتلا أو غيره نعم فمثل هذا لو تجسس عليه لا مانع الممنوع بأنه تلتمس الريبة في من كان معروفا بالصلاح أو كان مستور الحال لماذا؟ لأن الأصل هو حمل حال الناس على السلامة بأن الناس يعني أنا أظن بك خيرا وأنت تظن بي خيرا كما قال ربنا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين هذا بالنسبة لقضية التجسس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر